الاحتياجات الجيل الحاضر من غير ما اجي على احتياجات الاجيال القادمة. بمعنى ان انا لو ابني مسلا مبنى. المبنى ده مفروض هيتعمل بالف تن خمات. يبقى انا ابني بالف تن. لو بانيت بالف وخمسمية. فالخمسمية دي بيشتبعي. الخمسمية دي بتاعت الاجيال القادمة. الاولادنا وكده. فالهدر اللي بيحصل في المباني عالي جدا. الهدر اللي بيحصل في المباني عالي جدا. من اشياء كترة جدا. ليه? لو انت شغال بالطرق التقليدية. فبتلاقي ان طريقة الحساب بالدقيقة. فحاجات كترة قوية. يعني مسلا ايه? لما تجي كل مسلا بتعمل حصر. فانت شايف الحاجات الافقي. انما لو في حاجة رأسي. يعني لو انت شايف مسلا تغذية موصير. فانت شايف كل الموصير الزهرة قدامك. انما المصورة اللي بتنزل. اللي تغذي حاجة معينة. النزول ده صعب يتحسب. اه صعب ان انت تعرف الكلاشات فين. فانده ممكن تجيب حاجات. وبعد كده تكتشف ان فيه مشاكل. طب نتيجة كده ايه? نتيجة كده ان هتحصل مشاكل فالشغل هيوقف. فالخامات هتتكسر عشان تتعمل تاني. يعني فيه حلقة كترة جدا بعد ما عملوا القمرات خرصانة وحديد جواه وكل حاجة. اضطروا ان هم يكسروا عشان ما اخدوش بالهم ان هيحصل فيه كلاش في المكان فلان. وده يعني لها كده يخلو منه مشروعة. فلازم يكونوا ماخدين بالنا من حاجة زي كده. يبقى هي الاستدامة ان انا اعمل مبنى صديق البيئة. وبراعي التصميم وبراعي البيئة وبراعي الابعاد الاجتماعية. تمام? براعي ان فيه بشرة تسكن في المكان دوت وبراعي برضو التكلفة. طيب. فقطع المباني اللي احنا بنركز عليه في الشغل بتاعنا. بيعدم بيساهم كتير قوي في سانيسود الكربون. بيعمل الامبعاثات كتير جدا. ليليس بكبيرة جدا. فلو قدرنا ان احنا نبني مباني. تكون اه اللي استعملت عنوان بتاعها قليل احنا هنوفر كتير قوي. لو قدرنا نعملها بتسهل القاربة قليلة. يبقى ممتاز جدا. طيب. تعال بقى نشوف بالارقام. في حاجة في استراليا اسمها الجرين ستار. فلو ان امبعاثات الاحتباس الحراري من الابنية اللي واخدها شادة الجرين ستار اقل من العادية اتنين وستين في المية. واستهلاك المية اقل بواحد وخمسين في المية. فاحنا مجرد ان احنا بس ايه? عادنا نفكر بفكر استدام. قدرنا ان احنا نوفر استهلاك الكهرباء. ودرنا ان احنا نوفر استهلاك المية. وفي نفس الوقت ما بملوش الناس ما تستحماش وما تشربش ولا حق فالص. بس يبقى فيه بعض التصميم او بعض اللي هو بيعمل مية ارزاز مسلا بالذات في الاستحمام. بحيث ان كمية المية اللي نستهلكها في الاستحمام تكون قليلة. وبذات ان كلكم هنا معماريين فهتلاقي في حاجة كترة جداً معمارياً تقدر تقلل استهلاك كهرباء. يعني لو انت مسلاً لفت المبنى. تمام? وغيرت اتجاهه وغيرت الزاوية. ممكن توفر الكهرباء ما يصل لستين في المية من استهلاك الكهرباء. بسبب بس ان انت غيرت اللف بتاع المبنى. تمام? يعني غيرت بس عملت روتيت للمبنى اللي انت مصممه. ده يوفر كتير قوي. بحيث ان الشمس هتدخل فبالنهار بش هستهلاكه كهرباء. بحيث يعني حاجة كترة قوي بسبب ان انت لفيت المبنى. فتخيل ان انت صممت المبنى وبعد ما المبنى خلص اكتشفت ان انت ملفتهش صح. وان السلاكة يبقى كتير. هتقدر تلفه? ولا قادر ان انا اعمله على برنامج كمبيوتر. فيقول لي الزاوية دي هتستهلك قد كزا. ولو لفيته بالزاوية دي هتوفر اكتر. فانا عايزة تفعل معي يفتح البايك وتكلم واحنا ندرتش مع بعض. تمام? آآ فهيدي النقطة اللي انا بنتكلم فيها ان ان استخدام البرامج بتاعة الاستدامة وبرامج البيم بتخليك تقدر تعرف المشكلة قبل ما تحصل. يعني انا مش مستني لما المبنى يخلص والناس تسكن. وبعد كده قال لهم لا ده انا اكتشفت ان انا لو كنت غيرت التصميم كان حصل احسن. انت ممكن تعمل مئة تصميم على الكمبيوتر في يوم. يعني في حاجات هنشوفها مع بعض اسمها ان انا اقول له ايه طب جرب زاوية من الف من مية للمية وعشرين. وكل مرة لف 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 كده. واعمل سيموليشن وديني الارقام. فالموضوع ده قدروا ان هم يوفروا نص الطاقة من اربعين لخمسين في المية من الطاقة. ومن عشرين لتائتين في المية من المية المسالكة. آآ شهادة نجمة الخضراء اللي هي جنيل ستار في جنوب افريقيا. قدروا يوفروا سلاك الطاقة ومبعثية تغسسة نسود الكاربون بنسبة من اربعين لتائتين في المية. وكذلك المباني اللي هو اخد اشهادت الليد. كلنا سمعنا عن الليد مزبوط في حد ما سمعشنا عن الليد. طب قللنا ايه هي هو تعريف الليد. اشتركوا في القناة